السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم معي من جديد على قناتيكم البسطة مع كريمة سعيدة بلقياكم من جديد كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال الاقتراح ديالي مغاني نحضر معاكم حلوى لشرب الشاي حلوى رائعة سهلة وسريعة مكوناتها جد بسيطة كجلدة بزاف مقرمشا وشيشا ان شاء الله تجربوها اخواتي وتنال الاعجاب ديالكم بالنسبة المكونات عندي جوج بيضات مكونات اللي سهلة في متناول جميع كذلك غدي نضيف كأس الا ربع من السكر حبيبات ثم غدي نسم هاد الحلوى بكيس من السكر بزهرة البرتقال صافي كذلك غدي نضيف فرشة ديال الملح ليتها صحيح الدوغ غدي نخلط الكل مزيان بطبيعة الحال ضروري نخدمو البيض مع السكر مزيان سنتأكدو ان دوك الحوبة بدي للسكر دابو حلوى كتجي رائعة جدا سهلة وسريعة كذلك الجلدة بزاف هنا صافي بعد ما خلطت السكر مع البيض مزيان غدي نضيف كذلك كأس الا ربع من الزيت طبعا العبار بالكأس ديال العنبال لسيعة ديالو 150 ميلي المكونات مضبوطة سنخلي لكم في صندوق الوصف كذلك نخدم الزيت مع المكونات مزيان حتى يتجانسوا بطبيعة الحال هنا عندي كأس ديال الجرجلان او السيمسيم طبعا سخنتوا قليلا او صهدتوا ثم طحنتوا مزيان ممكن تعوضوه بكأس من الكوكو محمر او كذلك كأس من الكوكو او كذلك اللوز مهم لمتوفر عندكم هنا غدي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق في الاول غدي نضيف جوج ديال الكوكوس هنضفت الكأس الاول ثم غدي نزيد كيس من خميرة الحلويات لوزن 8 غرام نغرب لهم طبيعة الحال كذلك غدي نزيد الكأس الثاني المكونات مضبوطة طبيعة الحال غدي نخليها لكم في صندوق الوصف هنا كما كتلاحظوا في الاول ضف جوج ديال الكوكوس والكأس الثالث غدي نخليه جانبا غدي نضيفه عند الحاجة تحصل على العجينة المطلوبة صفي هناك نجمع الخالي ديالي طبع العجينة اخصها ضروري تكور رطبا ما تقصوش العجينة بزاف باش تحصلوا على واحد الحلوة اللي تجيكم الشيشة ما تجيكمش مدقصة هنا غدي نزيد ذاك الكأس الثالث كامل يعني المجموعة اللي دخلتلي 300 غرام مايو عادي لتلاتة ديال الكوكوس طبع اللعبار بالكأس ديال العنبة سوف نجمع الخالي ديالي تحصل على العجينة المطلوبة كما كتلاحظوا هدا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه هنا عجينة تكون رطبة وما تكونش يعني قاسها هنا بالنسبة للطريقة اخذت واحد الكيس بلاستيكي وغدي نبسط الوسط ديال العجينة على هالطريقة هدي بالنسبة للسمك ما تكونش غليضة بزاف كذلك ما تلقوهاش بزاف مهم غدي نوريكم السمك اللي ضروري يخصكم تحصلوا عليه ورها ما شاء الله يعني كتعطيه واحد الكمية اللي مزيانة وممكن اللي بغاي يضاعف المكونات ممكن اخواتي كما كتلاحظوا هدا هو القوام او السمك اللي خصكم تحصلوا عليه انا اخذت هاد القطعة هادي الدائلية ممكن اخواتي تاخدو اي قطعة عندكم او كذلك ممكن تديروها كويرات لكم الاختيار انا اخذت اللاطة اللي فرشت لها ورق الزفدة ممكن كذلك الدهنها غير بالزيت صافي كما كتلاحظوا السمك ديالها يعني راه واضح امامكم بطريقة يعني اللي بسيطة وسهلة هاد الحلوة ديرها سريعة فتحضير قد تحضر في اخر لحظة كانت بنا من كل قلبي اخواتي تجربوا هاد الحلوة دي انا اكيدة غادي تنال اعجاب ديالكم لانها سهلة وسريعة مكوناتها جد بسيطة كما كتلاحظوا بالنسبة للبقية اللي بقيت لي قد نبسطها بنفس الطريقة كذلك وكان استمر بنفس الطريقة حتى نكمل يعني طريقة سهلة اخواتي سافي هنا بعد اما كملت اللاتة اللولة غادي ندهنها بصافار بيضاء اللي دفت له طبعا قطارات من الخل كنحاول انني نخلط ديك الصافار ديال البيض مزيان باش ما يبقى ديك الخيط سافي كانت هنا يالحلوة ديالي دك الصافار ديال البيض هذا اللي حضراني وضعت الفورن يسخن على 180 درجة بالنسبة للتزيين انا غادي نرشي عليها السيمسيم او الجلجلان وانتوما ممكن ترشي عليها الكوكاو او كذلك لوس ايفيلي او كوكاو ايفيلي او كذلك ممكن تخلي واحدة هكاك هنا صافي كان رشي عليها الجلجلان وكندخلها مباشرة الفورن طبعا الفورن في الاول درته يسخن على 180 درجة بالنسبة للطريقة ديال الطيب كان نوضع اللاطة ديالي في الوساط النار من اسفل والاعلى اه طبعا كان نقص الحرارة كان خليها غير 170 وبالنسبة للفورن يعني الغازي كانشل عليها النار من الاسفل طبعا تلاحظ انها بدتك تحمار من الجوانب ثم انهبطها لتحت تحمار وتاخد لي اللون الذهبي صافي كتكون هاد هي الحلوة ديالي بعد ما طيبتها معاكم فعلا كتجي اكتر من رائعة لديدة بزاف كتجي مقرمشة في نفس الوقت كتجي شيشة والشكل ديالها كيجي اكتر من رائع هاد الحلوة هاد هي كتجي شبيهة اه المذاق ديال الفقاس كنت من اخواتي من كل قلبي ان كنت جربوها لانها فعلا كتجي لديدة لديدة بزاف مكوناتها كما تبعتم معايا في الفيديو جد بسيطة كذلك طريقة ديال التحضير اللي سهلة وفي نفس الوقت سريعة في التحضير وراها ما شاء الله راكتعطي واحدة الكمية اللي كتيرا را عطتني هاد اللاطا ورا بقي لي شي حبات في اللي تم جانبا وكما كتلاحظوا يعني راها كتجي اه شيشة في نفس الوقت كتجي مقرمشة كانتمنى من كل قلبي انكم اخواتي تجربو هاد الحلوة هادي انا اكيدة لجربتها غديتنا الاعجاب ديالكم وبطبيعة الحال كانتمنى من كل قلبي انكم تصلوا هاد لفيديو الاكبر عدد من اللايكات وكذلك تعليق ديالكم المحفزة ولماذا نشترك في القناة ديالي كنتمنى انو يشترك في القناة طبيعة الحل وفعل زر التنبيهات مع الجديد ان شاء الله دمتم في اللقاء والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر